موسيقى ارتفاع أسعار محروقات المملكة المغربية في الأومن الأخيرة للنقلين ومهنيين النقل الطرقي موقعوش كيواكبوا التوازنات المالية ديالهم ديال المقاولة النقلية و لهذا الغرض يعني كان كنا خرجنا بإضراب للقواعد ديالنا نلزمونا أننا خرجو نواجهو الشريع لأننا خوفا من الاحتقال الاجتماعي وخوفا بزر ديال الأمور أضطرنا الناس اللي تابعين للتنسيق النقابي على أساس أننا نواكبوا المهنيين ونواكبوا القواعد ديالنا فيما يخص القازوان الحمد لله الأجواء ديال الإضراب دست يعني في أجواء سلمية الأمور دست مزيانة وطنيا لأننا كان لدينا إحصائية ديال الأقاليم في جهة المملكة الناس وقفات متضررة الناس عبروا على الرأي ديالهم على أساس أن مادة المحروقات هي لا يتجزأ من النقل وإحنا ما كان طالبوش يعني كتر من الأمور اللي تقدر تساعد المهنيين وتساعد بلادنا لأن النقل في المغرب يشكل حلقة من حلقة ديال الاقتصاد الوطني إحنا اليوم جاتنا البشرى ديال الخير من عند سيد رئيس الحكومة اللي كان شكروه وكيشكرون المهنيين كاملين على أساس أنه تتخذ على العاتق دياله وأنه تشكل لجنة الأسبوع المقبيل لتداول يعني طريقة إعانة المهنيين في مادة المحروقات واللي هي الحمد لله يعني بديرة خير للناس كاملة اللي في القطاع ديال النقل الطرقي احنا بدورنا كمركزيات نقابية ومع الناس المنخرطين معنا غادي نحاولوا على أساس أنه غادي دار يعني تنسيق مع اللجنة التي ستوفر لنا زعمها هذا الدعم وهذا الإعانة على أساس إفادتها بجميع المعلومات وحنا بدورنا هنا يرى كان أطروا ما شي كان نشجعوه على أساس تسيوب ولا خلق الفيتنا في البلاد ولا بالعكس حنا الناس المنخرطين معنا في المملكة المغربية من طانجها القويرة كان أطرواهم بصيفة رسمية وعارفين الناس المنخرطين معنا وخاق كانوا بعد تجاوزات ديالشي ناس اللي يسمح لهم يوم أو يومين قبل الإضراب وحتى وقت الإضراب وحتى بمنين رفعنا الإضراب هذا الصباح الله يسامحهم لأنه بغاوا يهرسونا وجبدوا فيديوهات وأضيوهات قدام لهم في مواقع التواصل الاجتماعي لخلق الفيتنا الحمد لله اليوم جاتنا باديرة الخير وباديرة الخير ستعمموا على جميع النقيلين وإحنا هنا إلا نخدموه لبلاد ديالنا ونخدموه النقيلين لأن القواعد ديالنا تلزمونا في بعض الأحيان بشيء أمور اللي يعني خسنا نخرجو لها مثلا الإضراب كنديروه لأنه كان مشكل لإطارة نتيبها الوقافات الاحتجاجية كدار إلا كان مشكل مثلا في قطاع ما إحنا هنا باش نخدموه لبلاد ديالنا ونزيدو بهالقدام وشكرا اشتركوا في القناة